البيتكوين عند نقطة مهمة جدا حاليا لأنه في الواقع شيء يحصل للبيتكوين حاليا شفناه في السابق ولما شفنا هذا الشيء في السابق في الواقع حصلنا على ارتفاعات جيدة للأعلى اليوم جماعة راح أتكلم عن إيش اللي أعتقد بأنه راح يحصل قادما الحيتان قاعدة تجمع البيتكوين ففي الوقت اللي بعض الناس الآن قاعدين فيه يبيعوا البيتكوين تبعهم في بعض الحيتان الهائلة تجمع كل البيتكوين فتأكدوا جماعة بأنكم تظنوا معايا من بداية إلى نهاية هذا الفيديو راح أتكلم عن كل شيء مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات عن الأمنات الرقمية كل يوم معلمكم كيف تحصل على أرباح من هذا السوق إذا أنت جديد على هذه القناة اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس الآن طيب خلونا ندخل هنا مباشرة اللي نقدر نشوفه هنا بأنه في البيتكوين حصلنا على ارتفاع على فريم الأربع ساعات هنا للبيتكوين وبعدها حصلنا هنا على شمعة حمراء ولكن حصلنا على دعم من عند خط البرتقالي هنا عند 68500 دولار فهذا هنا مستوى مهم جدا زي ما أنتم عرفنا جماعة وشيء رائع أنه نشوف هذا المستوى في أثناء هذا الهبوط قاعد يدعم سعر البيتكوين وكمان هنا في أثناء الهبوط تقدر تشوفوا بأنه هذا الخط البرتقالي عند 66700 دولار ميسك سعر البيتكوين مرة مرتين ثلاثة أربعة ما يقارب خمسة مرتين وبعدها بوم هنا ارتفاع للأعلى فهذا هنا كله جيد ولكن في شيء قاعد يحصل هنا للبيتكوين عايزة وركمية زي ما أنتم عارفين أول شيء حصلنا على تحول هنا في الترند في الأسواق التقليدية حصلنا هذا التحول لما كسرنا هذا الترند لين الهابط كسرنا فوق هذا المستوى على فريم الأربع ساعات وبعدها حصلنا على ارتفاع كبير هنا للأعلى طيب هذا هنا كان للأسواق التقليدية واللي قلته وهو أنه إحنا راح نحصل على أو راح نشوف شيء مشابه يحصل للبيتكوين وقبل فترة كان في عندنا هذا النموذج أو هذه التشكيلة هنا في البيتكوين وبعدها كسرنا هنا فوق هذا النموذج تقدروا تشوفوا بأنه حصلنا على ارتفاع هنا للأعلى مكان 18% وإذا شوفنا على النقطة اللي احنا فيها الآن في الواقع هنا على فريم الأربع ساعات ففي عندنا شوية ترند هنا بهذا الشكل فتقدروا تشوفوا بأنه في عندنا مستوى مقاومة واضح جدا فحصلنا هنا على رافض من عند هذا المستوى عدة مرات في أثناء هذا الهبوط ولنقدر نشوفه إذا نظرنا على هذا النموذج هنا بتفاصيل أكثر وهو أنه حالياً احنا بين هذولا الجدارين إما أنه احنا نكسر هذا الترند لين الهابط للأعلى وهذا راح يكون أو راح يشير إلى تحول في الترند هنا على الفريمات الصغيرة في هذه الحالة فريم الأربع ساعات وهذا شيء رائع جداً تذكروا جماعة هذا هنا طبعاً كان على الفريم اليومي وهذا هنا كان على فريم الأربع ساعات في الأسواق التقليدية طيب خلوني أرجع هنا فإذا قدرنا بأنه نكسر هذا المستوى على فريم الأربع ساعات للبيتكوين فهذه هنا إشارة جيدة هو إشارة بوليج جداً وفي هذه الحالة أتوقع ارتفاع أنه نحن نوصل إلى هذا المستوى عند 70 ألف دولار وبعدها 71 ألف دولار وبعدها مستويات أعلى بعد هذا الشيء فحالياً عندنا مستوى الدعم هو عندنا مستوى المقاومة فإحدى هؤلاء المستويين راح يضطر بأنه ينكسر إما هذا المستوى هنا ينكسر للأسفل وفي هذه الحالة راح يكون عندنا مستوى الدعم القادم عند 66 ألف أو 500 دولار وفي هذه النقطة هل راح نحصل على دعم مرة أخرى من عند هذا الخط البرتقالي نفس الشيء اللي حصلنا عليه في السابق أو هل راح نحصل على كسر فوق هذا الترند لاين الهابط للأعلى اكتبوا يا جماعة رأيكم تحت في التعليقات بالنسبة لي أعتقد بأنه الأكبر هو أنه نحصل على ارتفاع للأعلى وهذا طبعا لأنه أنا بوليش في البيتكوين وبوليش في الإيثريوم وكمان بوليش في العملات البديلة الجيدة بشكل عام فهذا هنا كله جيد أو الآن نرجع إلى الإيثريوم تقدروا تشوف هنا بأن الإيثريوم كمان في الواقع قاعد يحصل هنا على الدعم جيد جدا من عند مستوى الخط البرتقالي 3681 دولار وهذا المستوى طبعا حصلنا هنا على دعم من عنده في السابق مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة مرات فيعني هذا هنا مستوى مهم للإيثريوم وإذا الإيثريوم حصل هنا على انخفاض وهبطنا وخسر بعض هذه الأرباح ففي هذه الحالة أعتقد بأنه العملات البديلة كمان راح تنسحب مع الإيثريوم للأسفل ولكن بشكل عام أنا لسه ميولي بوليش لسه أنا متوقع بأنه راح نحصل على حركة جانبية ولكن طبعا بميول بوليش بمعنى أنه راح نكون متجهين بشكل صاعد هنا ولكن بشكل بطيء فزيما قلت يا جماعة ما عندي مشكلة من ناحية الوقت أنه أنا أكون مخطئ من ناحية الوقت يعني ما عندي مشكلة أنه نرتفع إلى خمسة سبعين ألف أو ثمانين ألف دولار بشكل سريع لأنه في النهاية أنا مؤمن بأنه راح نوصل إلى هذه المستويات ولكن بالنسبة لي أعتقد بأنه هذا هنا راح يأخذ شوية وقت هنا في خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة في خلال الصيف فهذا هو جماعة اللي أنا أتوقع وفي الوقت اللي نحصل فيه على حركة جانبية هذا في الواقع شيء مثالي جدا لإستراتيجية تداول تبعي تقدروا تشوفوا هنا بأنه إستراتيجية تداول القديمة اللي كانت بسالب ثلاثين آلف دولار قبل كم فترة هذه الآن بيعني ما يقارب متعادلة لأنه في عندنا انخفاض فهذه هنا حصلت على شوية انخفاض طبعا هذا البوت هنا كان أو هذه الإستراتيجية كانت بأرباح جيدة قبل كم يوم ولكن الآن طبعا نقدر نشوف بأنه بدأت بالرجوع هنا إلى السالب لأنه حصلنا على هذا الانخفاض ولكن في عندنا هذه الإستراتيجية أو البوت اللي فتحته مؤخرا حاليا مرتفع هنا باثنين وثلاثين بالمئة فهذا هنا الشيء رائع جدا وطبعا راح أستمر جماعة بأني أعطيكم تحديث وأوريكم كيف طلعت من أربعة آلف دولار إلى واحد مليون دولار وطبعا كل شيء تم توثيقها على القناة فأكيد إذا عايزين تستخدموا استراتيجية داول هذه هنا بنفسكم فتأكدوا بأنكم تروحوا إلى صندوق الوصف لهذا الفيديو أول شيء اطلبوا هذا البونس ستين آلف دولار عن طريق هذا الرابط وبعدها اضغطوا على جوين ناو انضمي الآن وبعدها بعد أن تكون خلاص سجلت تقدر تضغط على هذا الرابط الـ OKX وبضغطة زر واحدة تقدر تعد نفس الإسراتيجية أو نفس البوت اللي أستخدمه أنا ولكن تأكد يا جماعة كمان بأنكم تشوفوا الفيديو فيه على صندوق الوصف اللي أشرح فيه كل شيء لازم تعرفه عن طريقة عمل هذه البوتات وكل شيء آخر طيب، الشيء الجماعة اللي أعيز أوريكم إياه هنا وهو أن الحيتان قاعدة تجمع البيتكوين في هذا الهبوط الأخير اللي حصل في البيتكوين، ناس كثير قاعدين يبيعوا البيتكوين ولكن حاملية البيتكوين اللي فيه عندهم من بين ألف إلى عشر ألف عملة بيتكوين في الواقع جمعوا في أثناء هذا الهبوط فهذا هنا الشيء سهل جدا وواضح أنه الواحد يشوف من اللي قاعد يجمع البيتكوين في أثناء هذا الهبوط فناس كثير قاعدين يبيعوا البيتكوين تبعهم للحيتان وكمان من ناحية النظرة العامة للسوق أو للاقتصاد فتقدروا تشوفوا بأنه السلع في الواقع حصلت هنا على أكبر ارتفاع لها في التاريخ في الشهر الماضي فالسلع الآن أصبعت شيء جيد جدا للواحد يشتري هنا وليش هذا؟ طبعا هذا بسبب بعدم اليقين اللي يحصل في السوق وكمان بسبب التضخم وكمان كل هذه الأشياء اللي تحصل فالسلع الآن تزداد من ناحية السعر طيب في شيء مهم هنا تذكروا جماعة مع موافقة الاس اي سي للإيثيريوم طبعا الاس اي سي وافقة على سبوت إيثيريوم ايتي اف وأكيد هذا معناته الآن بأنه الإيثيريوم مش سيكيورتي وراح يتم تصنيفه تقريبا ككومودتي كسلعة لأنه البيتكوين كمان سلعة فالسلع الآن ترتفع بشكل عام وهذا هنا شيء جيد للكريبتو كمان طيب في الأخير هنا عايزة تكلم عن إيش اللي ممكن الواحد يتوقعه من السبوت إيثيريوم ايتي اف لما تبدأ بالانطلاق طبعا في بعض المحللين هؤلاء طبعا من بلومبرغ يقولوا بأنه الطلب على الإيثيريوم رح يكون 25% مقارنة بالبيتكوين يعني مهما كان الطلب على البيتكوين رح يكون طلب الإيثيريوم هو 25% مقارنة بالبيتكوين وبعض الناس رح يكون لهم ردة فاعل بخصوص هذا الشيء رح يقولوا فقط أوه فقط 25% ولكن جماعة تذكروا إذا قرنتم هنا من ناحية القيمة السوقية أو خلونا نخليه هذا الشيء سهل وخلونا نقول بأنه القيمة السوقية للإيثيريوم هي فقط واحد ثلث من القيمة السوقية للبيتكوين فهذا معناته بأنه هذه الأموال 25% أكيد رح يكون لها تأثير كبير على الإيثيريوم لأنه القيمة السوقية للإيثيريوم صغيرة فهذا هنا الشيء رائع جدا أعتقد بأن الكريبتو لسه مستعدة هنا علشان يكون لها فترات رائعة صاعدة في البولرن هذا وبالنسبة لي أنا فقط لسه متمسك بصفقاتي لسه متمسك بعملاتي لسه أعتقد بأنه راح يكون أداءها رائع جدا وراح أستمر بأنه أشارك كل شيء معكم هنا على القناة جماعة هذا كل شيء عندي لكم اليوم بتوفيق الجميع وأشوفكم في الفيديو القادم